كابتن بلال ألف مبروك بالرغم يعني وفوز مستحاقب بالرغم من اختلاف الأداء في بعض أوقات الشهودة طيب مبروك طبعا للنادي لا تلات نقاط مهمين جدا ومشوار الدوري دايما بيحسن بالنقاط يعني صحيح قبل الأداء انت مهم جدا انك بتكسب يعني ان النهاردة فيه وراك خصوم الخصوم بالنسبة لها مايفرقش معهم أداءك عامل ازاي بقدر مايفرق معهم النهاردة انت النهاردة كسبت ولا تعدلت خسرت كم نقطة او كسبت النقاط الثالثة او لا فالنهاردة النادي الاهلي في كل مباراة بيكسب فيها بيؤكد ان هو في انطلاقة كبيرة جدا لاستعادة درع الدوري العام في بعض المباراة ممكن ما يكونش الأداء فيها جيد وده طبيعي جدا في كرة القدم يعني ممكن النهاردة أداءك ما يكونش الأداء الأفضل والمتميز بالنسبة لفرقتك ولكن الأهم وتحقيق الهدف احنا تكلمنا قبل الماتش وقلنا مهم جدا البداية البداية اللي بتحسن كل شيء النهاردة البداية حسمت المباراة بالكامل برغم زي ما قالوا اتفق مع الكبات انك انت أدائك شو تاني مش أفضل حاجة بس أنا أنا برضو قصة ان انت الأداء الهجومي والتنظيم وكل ده مش ده الأساس في القصة يعني طول ما انت كسبان الأساس في القصة ما يبقاش عليك خطورة يعني انت ممكن تكسب الماتش وتهدى الرتم بتاعك يهدى الرتم الهجومي يهدى شوية تمام وتلعب استحواز ممكن يكون في بعض الوقت استحواز سلبي وتروح شعال جول تروح كل فترة بس ما يبقاش عليك خطورة طول الجيم ده المهم لكن النهاردة كان في خطورة من الاتحاد من بداية الشوط التاني أو تلات دائق بعدها كرة كرة تعبت بالعرض بعدها كان فراد يعني الأداء الدفاعي النهاردة ما كانش أفضل حاجة تمام لكن لكنك عشان قدرت تسجل هدفين الشوط الأول فبرضو فرت الاتحاد كان فاتح الجيم أول كان ممكن انت في أي وقت تسجل هدف ثالث زي ما حصل نعمك دي أفشا كرة تعبت اللي لعبها بالرأس الجول وللعبها بالعرض فحطها أكرم توفيق وسجل هدف الثالث ده كان ممكن نخد بالك وبرسي توقب لها وبرسي توقب لها انفراد كامل كامل يعني فالنهاردة الهدفين فرقوا معاك في فتح دفاع أو خطوط فرت الاتحاد سكنداري فرقوا بشكل بير جدا ولكن خد بالك يعني يعني مستر كورر لازمي الحتة دي يركز هل أجمد جدا نهاردة ممكن ما تسجلش هدف الشوط الأول هل ده معناه أنك انت الشوط التاني ممكن يبع عليك هجمة خطرة تمثل خطورة على النادي للي يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه حتة ان انت النهاردة تب سجلت بالماتش اللي جاله ما سجلتش لو تأخر التسجيل في فرق ممكن تلعب معاك قدامك جيمة فتوح من بداية اللقاء فتسهلك الماتش زي النهاردة تسهلك الماتش زي الجيمة اللي فات بتاع المحلة لكن في فرق ممكن تلعب معاك جيمة قفول فبالتالي ممكن تخرج الشوط الأول متعادل وتبزل مجود كبير جدا تجي الشوط التاني تبقى برضو يعني عارف مريح شوية بلغة الكور يعني ريتما كيه ده شوية دي ممكن تقابلنا الماتشات اللي جاية خد بالك انت كل ما بتكسب كل ما الفرق بتغير من الاستراتيجية بتاعتها معاك كل ما بتكسب كل ما الفرق بتعملك حساب أكتر كل ما بتكسب كل ما الفرق النهاردة اللي بيطمع النهاردة في دفاعات النادي لا لا بكرة يبقى عامل حساب كبير جدا ويقف ويبتدي يقفل بالظبط لأنك انت خلاص انت النهاردة 6-3-3 محلال ماتش اللي فات 2 ماتش اللي بتكسب 4 يعني كل مباراة بتكسبها كابتن ايمن هي بتصعب عليك المباراة اللي بعدها مش بتساهلة هي بتساهلة نفسيا علي كده تمام لكن بتصعبها لأن الفرق اللي قدامك هتيجي عامل حسابهم بشكل أكبر بكتير جدا من من انت كونك بتعادل او مهزوم الماتش اللي قبليه فالنهاردة الاهلي يعني على مستوى النقاط طبعا 100% الحمد لله رب العالمين ودي خد بالك برضو بتخلي المنافس تحت ضغوطات كبيرة جدا 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 طول ما انت بتكسب حتى برضو لو قلنا الاداء مش جيد او الاداء مش افضل حاجة او النهاردة فيه سلبيات كتيرة جدا في الحالة الدفاعية وبعض الاوات في التمركز وبعض الاوات في التنظيم بتاعك سوى كان التنظيم الهجومي او التنظيم الدفاعي ولكن مكسبك النهاردة يخليك دايما عامل ضغط على الخصم اللي قدامي يخليه دايما هو محتوط ت ضغوطات كبيرة جدا النهاردة انت بتحسبها ازاي انت وانت قاعد النهاردة بتحسب بتحسب الماتشات الاتحاد فرقك عملت ايه كسبنا تلات ماتشات الماتش ممكن يكون صعب هو النهاردة المنافس بحسبها كده بحسبها انت ماتشاتك مين الماتش اللي ممكن تفقد فيه نقطتين طب مين الماتش اللي ممكن تفقد فيه ثلاثة هي الحسابات بتبقى ماشا كده فالنهاردة كل مباراة بتعديها صعبة كل ما اخد بالك انت بتحط ضغط على المنافس بتاعك ضغط شديد ضغط كبير جدا جدا وبيشوف ان هو فرصته للحاقب بتبقى صعبة جدا. كل ما بتكسب ماتش صعب. يعني احنا بالنسبة لنا انا كنت شايف ان من الماتشتة اللي صعبة جدا. مش ماتش النهاردة الاتحاد. لكن ماتش المحل. المباراة تسهلت عليك. قادرت تكسب. لعبوك بطريقة يعني. اه بالزبط. لا ما ينسبوش هو. ايو ما ينسبوش انت. ما ينسبش الماتش. اه بالزبط جدا. ما ينسبش يعني ماتشته معنا. بالزبط. فتحت الجيم فديت فرصة لله اللي ان هو يستحوز يمتلك ويلعب هجم مرتدة. انت احسن حاجة بالنسبة للفرق الكبيرة انه يلاعب على هجم مرتدة للفرق الكبيرة. خد بالك انت مشكلة الفرق الكبيرة ايه. يعني هي المساحات. انه ما تلاقش مساح. مشكلة الفرق الكبيرة انه هو ما فيش يعني ما فيش فرصة. هو بيحاول انه طول لم يورا يخلق فرصة للمكسب. فرصة يسجل منها هدف. فرصة يخلق منها فرصة تغدالك. او مساح يخلق منها فرصة. النهاردة انت لما بتلعب القليل بالاسلوب ده. انت بتقول له تفضل تمام. يعني سجل الهدف اللي انت عايز. لان طالما ديت الفرقة الكبيرة مساح. وديته زمن اعتقد الامور بتتسهل بنسبله بشكل جديد. زي ما حصل النهاردة. وزي ما حصل مع المحل. فالنهاردة مباراة جيدة الشوط الاول. على المستوى الدفاعي ما عجبنيش الشوط التاني. ولكن انت كمجمل المباراة خلاص انت كسب انت 3 صف. فاخد بالك في المكسب الكبير بيجب احيانا بعض الاخ اشتركوا في القناة